اهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين وانا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي في هذه الأيام نعيش الذكرى الـ 18 لذلك الحدث الأليم حدث احتلال العراق في عام 2003 عبرت أمريكا المحيط الأطلسي عبرت البحور والبلدان وجاءت بجوشها لتحتل العراق ومساعدت بريطانيا والعديد من الدول احتلت العراق في ذلك الوقت وأسقطت الدولة وأسقطت كل مؤسساتها ومزقت المجتمع طوال 18 سنة للعراق يعيشون تداعيات ذلك الاحتلال الذي ما زال مشروعة بكل تفاصيله المؤلمة بكل فساده وخرابه وتدميره وطائفيته وتهجيره يعيش يعني على حياة العراقيين وتغذى بآلامهم ولوعاتهم لحد الآن أهل العراق قدموا أكثر من مليون ونصف إلى مليوني شهيد أهل العراق قدموا الكثير من مواردهم أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار سرقت من أموالهم ذهبت في جيوب الفاسدين في مشاريع وهمية وفي بنوق خاصة وأهل العراقي لم يجنوا إلا الضيمة والقهر هناك ثلاثة ملايين الرملاء هناك خمسة ملايين طفل يتيم هناك أكثر من مليون ونصف مليون طفل في الشوارع في أنحاء العراق هناك الفقر قد تسلل إلى أهل العراق وصار أعداد الفقراء في العراق أكثر من عشر ملايين تحت خط الفقر يكلون من المزابل هناك المرضى هناك العاطلين عن العمل الاتحاد العام نقابات العمال يتحدث عن 15 مليون عاطل عن العمل وأمريكا كانت تتحدث ثم أزالت أبواقها من من يحكمون العراق أبواقها وأبواق إيران من من يحكمون العراق طوال 18 سنة يتحدثون عن ازدهار العراق عن الديمقراطية والحرية أي دمقراطيين والحرية ممكن أن تتماشى مع الفقر والخراب والدمار لا مستشفى بنيت لا مدرسة بنيت لا جامعة بنيت التعليم في أسوأ حالات التعليم في العراق خرج من كل قوائم المصنفات من كل قوائم التقييم للجامعات يقولون أن لا تعليم في العراق كيف نضعه نضع له درجة في التقييم لقياس طبيعة التعليم في العراق التعليم في العراق قد انتهى الأمية قد ازدادت الآن لدينا أكثر من 7 إلى 8 ملايين أمي بعد أن كان العراق وشهادة اليونسكا خاليا من الأمية في بداية الثمانينات هذا حال العراق وأكثر من ذلك بكثير ربما في هذه الأيام نستذكر تلك الصور البشعة التي شهدتها مدن العراق وأقصد صور النهب والسلم صور العديد من العراقيين الذين يعني صلطت عليهم وسائل الإعلام الغربية بالذات كاميراتها وأضواءها لكي تصور تصورهم وهم ينهبون المؤسسات والمراكز العراقية العامة لكي صورتهم وهم يحرقون المكتبات وهم يسرقون الشركات والمصانع ويحطمونها بطريقة همجية رادوان يقولوا أن هذا هو شكل العراق هذا هو العراقي مع الأسف الشديد يعني صلطوا الضوء على نسبة لا تزيد عن ربما واحد بالعشرة بالمليون من العراقيين لا يساون شيئاً غالبية أهل العراق كانوا غير راضين عن هذه الصور لكنهم صلطوا الأضواء على هذه وكانت القوات الأمريكية قوات الاعتلال ترعى هؤلاء الصراق الذين كانوا يسرقونه ويحطمونه ويحرقونه في مؤسسات الدولة كانوا يريدون أن يقولوا هذا هو الشعب العراقي هذا هي صورة الشعب العراقي مع الأسف الشديد وطوال 18 سنة صورة النهب لم تفارق العراقيين لأن من جاءوا على كراسي الحكم تمثلوا بهؤلاء الذين شهدناهم يعني بعد 9 نيسان عام 2000 وثلاثة شهدناهم في الشوارع يسرقون وينهبون ويحملون كل شيء هؤلاء الذين حكموا العراق منذ 18 سنة لا يختلفون عن هؤلاء نفس الصورة أريدت أن تعمم على العراقين لذلك الفساد يعني كبرى وتنامى في العراق وصار العراق من بين أكثر خمس بلدان في العالم فسادا وصار العراق من بين أكثر خمس بلدان فشلا في العالم هذه هي الحقيقة بعد 18 سنة نحن في قعر الهاوية العراق في قعر الهاوية هذا ما فعله الاحتلال وهذا ما فعلته الحكومات التي جاءت بإثار الاحتلال هذه هي الديمقراطية المسلفة التي جاءت بها أمريكا هذه هي الحرية هذا هو الخراب الذي جاء به هؤلاء الذين احتلوا العراق واشاعوا الفتنة الطائفية واشاعوا الخراب والتخريب والتهجير وتمزيق المجتمع هذه هي الصورة التي عليها العراق بعد 18 سنة من الاحتلال العالم كله مسؤول عن هذه الصورة عن ما حل بالعراق هذا بلد الحضارات الأولى هذا بلد الرافدين من المعيب جدا ومن الحرام جدا أن يحصل له ما حصل لكنه يحصل ويزداد سوءا يوما بعد آخر وما زالت الدول تساند هذه الحكومات وما زالت الأمم المتحدة تساند هذه الحكومة والحكومات التي تشكلت منذ عام 2003 إلى الآن وتعترف بها مع الأسف الشديد والجامعة العربية وغيرها تعترف بها وتراها حاكمة للعراق وترا فيها خير للعراقين وهي أدوات ومعاول للهدم والدمار والسرق والخراب وصورتها لا تختلف عن صورة الذين نأبوا العراق بعد 9 نيسان عام 2003 هذا ما نستذكره في الذكرى 18 لاحتلال العراق أترككم بخير والسلام عليكم اشتركوا في القناة